بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء يوم ورسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درس من دروس الإثرائية في مادة الدراسات البلاغية والنقدية كنا قد تكلمنا في الدرسين الماضيين عن الوحدة الأولى الحديث عن الدراسات البلاغية من القسم الأول نحن عرفنا عن كتاب قسمنا قسمين قسم الأول منه كان فيه الحديث عن الدراسات البلاغية وأخذنا أيضاً جانباً من تلك الدروس ومررنا على أغلب ما أخذ في الدراسات البلاغية اليوم نستكمل الحديث القسم الثاني من أقسام الكتاب الحديث فيه عن الدراسات النقدية ونشعة النقد وهم الموضوعات التي مررنا بها وشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القباشي نحن في الوحدة الثانية دراسات نقدية بعنوان دراسات نقدية في الوحدة الثانية وصلنا إليها من ضمن الموضوعات التي تكلمنا عنها والتي مررنا بها الموضوع الأول مقدمة في النقد الأدبي تعريفه أخذنا تعريف النقد الأدبي كذلك الفرق بينه وبين البلاغة وأيضاً وظيفة النقد الأدبي تعريف النقد هو دراسة الأعمال الأدبية والكشف عن ما فيها من جوانب القوة أو الضعف أو الجمال أو القبح ثم إصدار الأحكام النقدية المناسبة عليها وهذا هو التعريف هو دراسة أي عمل الأدبي والكشف عن مواطن أو الجوانب القوة والضعف والجمال والقبح هو إصدار الأحكام النقدية المناسبة عليها ما الفرق بين البلاغة والنقد؟ عرفنا أن هناك فروق بين البلاغة والنقد وأن البلاغة تتركز على دراسة الكريمة المفردة والجمل أو الجمل وتعني بالصياغة الفنية أما النقد فيدرس النص الأدبي بشكل كامل أيضا البلاغة تتضمن علوم جمالية يستفيد منها الأديب قبل إنشاء النص وتنتهي مهمتها عند هذا الحد أما النقد فبالإضافة إلى تضمنه أصولاً وقواعد نقدية يستفيد منها الأديب قبل إنشاء النص إلا أنه يزيد على ذلك فهو أيضا ينظر إلى النص الأدبي بعد إنشائه ويقوم بتحليله وتفسيره والحكم عليه بالجودة والرداءة كذلك موضوعات علم البلاغة محددة تحددت هي ثلاثة علوم علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع أما النقد فكان هو لا زالت موضوعاته تجمع بين روح العلم وروح الفن فمع أن له قواعد وصول إلا أن تلك الرسول تتسم بكثير من المرونة أيضا وظيفة النقد الأدبي ضمن الموضوعات التي مررنا عليها وتحدثنا عنها في وظيفة النقد الأدبي يمكن إجمال وظائف النقد الأدبي في وظيفتين رئيسيتين هما الوظيفة الفنية الجمالية هذه الوظيفة الأولى هي الفنية الجمالية وتختص بالنص الأدبي ذاته شكلاً ومضموناً حيث يقوم النقد الأدبي بتفسير النص وتحليله والحكم عليه بالجودة أو الرداءة فيما يدرس النقد الأدبي في مجال الشكل لغة النص ومفرداته وأسلوبه صوره الفنية والجرس والإيقاع كما يدرس أيضا في مجال المضمون هي أفكار النص وما فيها من الجدة والابتكار والمعاني الكلية ورؤية الأديب وتمثله للقيم والعلاقة بين الشكل والمضمون ويدخل في ذلك أيضا حياة الأديب وبئته وفكره كل هذه الأمور تترك بصمات على النص مما يجب معرفته أن النص الأدب أيضا النقد يدرس الأدبي النص الأدبي شكلا ومضمونا في إطار الأصول النقدية معتبرة تلائم كل لون من ألوان الأدب بمعنى أن إذا درس الشعر فهنا درسنا المعاني وعرفنا أيضا ذلك والعاطفة والأسلوب والموسيقى والأخيلة أو أيضا إذا درس مثلا القصة درس الحوادث والشخصيات والحوار والزمان معنى أن لكل فن عناصر مختصة به هو الذي يدرسه النص الأدبي الوظيفة العملية هذه وظيفة أخرى لوظيفة النقد الأدبي هي وظيفة عملية تتجلى هذه الوظيفة في خدمة كل من الأديب والقارئ والحياة الأدبية وأيضا هي في الأديب النقد يقدم خدمة جليلة للأديب حيث يقوم بدراسة أدبه وبراز جوانب القوة والضعف فيه لتعزيز الحسن في عنده وتصحيح مساره الأدبي وإصداء بعض التوجيه الموضوعي له ورعاية الموهبة الأدبية كذلك لعل هذه الوظيفة لم يشتكي بعض الأدباء من تجاهل لما يشتكي يعني أنا عرفت لما يشتكي بعض الأدباء من تجاهل النقاد لهم لأنهم يبرزون الجانب الجيد والجانب السيء الذي لا يراه الأديب أيضا وظيفة النقد للقارئ يفيد القارئ النقد الأدب يفيد القارئ فائدة كبرى بتيسير فهمه للنس وتقريبه والتنبيه فيه على الجيد والرديه ويساعده على حسن الاختيار فكثيرا ما نشعر بحاجتنا ناقد متمكن يضع بين أيدينا على رواع الأدب وعيون القصائد مهما كان عليه القارئ من حسن الذوق وجودة الفهم فإنه يظل بحاجة إلى معونة الناقد ومساعدته ومساعدته أيضا فائدة النقد الأدبي للحياة الأدبية فائدة الحياة الأدبية وظيفة الأدية في هذا المجال النقد يمسك بدفة الحياة الأدبية ويسهم في رقيها وفي ارتفاع مستوى الإبداع وتنمية الذوق الأدبي وبذلك ارتفع مكانة الأدب تصبح السيادة للنص الأدبي الجميل أيضا من ضمن الموضوعات التي ذكرناها في النقد الأدبي هو تاريخ النقد الأدبي تحدثنا عن تاريخ النقد الأدبي كيف بدأ النقد و نشأة النقد و أيضا تطور النقد بداية في النقد الأدبي القديم في مرحلة النشأة و التطور تبدأ هذه المرحلة في العصر الجاهلي بدأت منذ العصر الجاهلي و عرفنا أيضا كيف أن النابغة تضرب له قبة من جلد حمراء و يحكم بينه الشعراء و القصة المشهورة تحدثنا عنها بين حسان و النابغة و لما حكم للأعشى و تنتهي طبعا في القرن الثالث الهجري تقريبا تمتاز هنا في هذه المرحلة أن النقد لم يختص بكتب معينة ليس هناك فيه كتب نقدي و أنما ظلت مباحثه و قضايا متفرقة في كتب الأدبي و الأخبار و كانت مجالس الخلفاء و الأدباء و الأمراء هي البيئة التي نمى فيها النقد و ازدار نماذج هذه نماذج نقدي في نقد النابغة مع حسان و ابن ثابت و تحدثنا فيها و ذكرنا أيضا كيف أنها لما قال لنا الجفنات الغري المعنى في الضحى و سيفنا يقترنا من نجزة الدم و كيف أنه نقد قالوا لنا نبأ ببصير يعني لعشان شدين لقلت أنك أشعر الجن و الإنس و أيضا قاله فإنك لا تحسن أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدركي بعد ذلك أيضا مدح الشاعر الأموي جرير الخليفة بعبد الملك و هذه نماذج أيضا قد مررنا عليها نماذج النقد و أيضا ليلة الأخيالية في مدحها الحجاج أثر الإسلام في النقد الأدبي و بعد مجيء الإسلام هنا بدأ واضح أن الأدب كان أحد مجالات الحياة التي تفيئت في ظل الإسلام الوارف و اهتدت بهديه و استنارت بنوره و لم يعد المسلم بعامه الأديب بخاصة يتكلم بما شاء كيف شاء و هذا هو أثر الإسلام في الأدب و في النقد و منما أدرك أنه محاسب على ما يقول إن خيرا فخير و إن شر و شر و بيّن الله تعالى أنه قد جعل لكل لسان رقيبا عتيدا في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد و بيّن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن حصائد الألسنة هي أكثر أسباب دخول النار و أيضا و وصل الأمر في كراهية القول الباطل الذي يقول رسوله سلم من كانوا يؤمنوا بالله اليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت و في شعر الأدباء أيضا وامر توجيهات تعينهم كثر أكثر من غيرهم فهم الذين أعطاهم القدرة على الموهبة و إبداء الكلام البليغ و لذلك أصبحت الكلمة الأدبية هي ذات مسؤولية بالغة و نتعجيها بقياس نقدي و واضح المعالم يتجلى تأثير الإسلام في النقد الأدبي أنه توظيف الأدب بعامة و الشعر بخاصة لخدمة قيم الإسلام و فيه و دليل هجاء أيضا حسان بن ثابت للكفار قريش و دعا أيضا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم و جبريل معك و أيضا التأكيد على قول الحق و الصدق في التعبير القدروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيت على كل شيء ما خل الله باطل و كذلك عمر بن الخطاب لما مدح زهير و قال أن زهير يعد أشعر الشعراء بأنه كان لا يمدح الرجل لما فيه أيضا من تأثير الإسلام في النقد ضم ذنب التكلف و التقاعر و التوجيه النبي يشمل كل الأدباء فقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم الثرثارين المتصدقين و المتفهيقين و بيّن أنهم أبعد الناس منهم مجلسا يوم القيامة كذلك وصف عمر زهير و الحديث عن ذلك كيف أنه أيضا عمر سجن الحطية لهجائه هجز بريقان بن بدر النقد الأدبي مرحلة الازدهار هنا ازدهر هذه المرحلة ظهرت مؤلفات نقدية ظهرت مؤلفات نقدية من ضمن هذه المؤلفات مثل عيار الشعر ابن طباطب و الموزنة بين الطائيين لآمدي و الوساطة بين المتنبي و خصومه للقاضي الجرجاني و كتاب الصناعتين يابي هلال العسكري و كذلك العمدة و ابن رشيق و المثل السائر لابن الأثير هذه الكتب تناولت عددا من القضايا النقدية و من أمر استكل القضايا قضية اللفظ و المعنى أيضا هذا في النقد في عصر الازدهار قضية اللفظ و المعنى تعد هذه من أسبق القضايا التي نوقشت فأنصار اللفظ يرون أن الأدب هو الأسلوب و أن الأدباء قد تميزوا عن غيرهم أما أنصار المعنى فيرون أنه العنصر المهم أنه هو الأهم و هو الذي من أجله أنشاء العديم و نحن نقول أن هناك فريق ثالث أيضا يرى ضرورة الاعتدال في هذه القضية من حق التوازن فما أكد أن العلاقة بين اللفظ و المعنى كالعلاقة بين الروحي و الجسم القضية الثانية مما تناولوه في هذه الكتب الكتب النقدية قضية وحدة القصيدة و عرفنا أيضا أن وحدة القصيدة المراد بها ترابط أجزاء القصيدة و اتساقها حتى تبدو في صورة واحدة مع أن الموضوعات تتعدد في القصيدة العربية إلا أن النقاط قد لاحظوا وجود تناسب أيضا في أسلوب عرض هذه الموضوعات و طريقة الترتيب في القصيدة القديمة و نادي عدد من النقاط بضرورة وحدة القصيدة فنيا بأن يحكم الشاعر بناء فني لدرجة أنه إذا قدم بيت على بيت دخل فيه الخلل هنا و كأن القضية يعني كخلق الإنسان مثل عضائي في ترتيب الأبيات أيضا من القضايا التي نقشت في هذه الكتب النقدية قضية السرقات الشعرية و عرف النقاط أن الشعراء يأخذ بعضهم من بعض و بعضهم لم يسلم منه شاعر و أيضا يغير على القصيدة و تلخص القضية في السرقات أن هناك معاني مشتركة يتساوى فيها الشعراء و سماها النقاط من معاني مشتركة و هذا النوع لا يحكم فيه السرقة لأنه متاح للجميع كوصف مثلا الممدوح بأنه أسد في الرجل بأنه أسد و هذا أيضا معناه واضح و أيضا رمز البحر بالكرم أيضا هذا معناه و أن ما يحكم فيه بالسرقة إنما هو في المعاني البديعة المخترعة معاني التي أتى بها لم يأتي بها أحد أحد غيرها مثل قول أبو تمام في و إذا رد الله نشر فضيلة طوية تتاح لها لسان حسود فلولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيبة عرف العود و هذا معنى جديد تأتى به أبو تمام فلو جاء أحد أخذه و هذا يعد هو السرقة ثالثا أن يأخذ المعنى و يحسنه و أيضا هذا أيضا من المحمود يعني يأخذ المعنى و ينقله إلى غرض آخر كمثل البيت السلم الخاسر الذي قال من راقب الناس ما تهمن و ما تغمن و فاز باللدة الجسور أخذه من أستاذه بشار بن برد الذي قال من راقب الناس لم يظفر بحاجته و فاز بالطيبات الفاتك اللهج هنا يعني أنه أتى بمعنى و عبارة أدق و أسلس و أسهل و لذلك حتى أن بيته أصبح يجري مجرى المثل نقد الأدبي في العصر الحديث نقد الأدبي في العصر الحديث في مرحلة العصر الحديث هنا بدأ النقد الأدبي بداية متواضعة ثم ألفت كتب لما وصل العصر الحديث أمتاز النقد الأدبي هنا بسعة المجال توسع النقد الأدبي كثيرا و تنوع و أصبح هنا في المدرسة ظهرت مدارس نقدية كثيرة نرى فيها تخصصات و أيضا ظهرت فنون أدبية دراسة الشعر و المقالة و المسرحية و القصة وهنا ظهرت أبرز اتجاهات نقدية محاصرة من ناحية رؤية شاملة لأن نقدع الرغم من تعدد تلك الاتجاهات فإن الفصل بينها عند تطبيقها النص أدبي يعد أمرا بالغ الصعوبة معنا أن اتجاهات صحيحة أنها تعددت لكن من الصعب أن تفصل بينهما في النقد وأبرز اتجاهات النقدية التي ظهرت في هذا العصر هو اتجاه الفني ويرسعها إلى دراسة العناصر الفنية للنص الأدبي وجع من الجوانب التاريخية والنفسية مجرد وسائل فإن كانت الأسئلة توجه العم الأدبي من القائل وماذا قيل وكيف قيل هنا السؤال في كيف قيل وهذا في الجانب الفني أيضا سلبيات تطبيق الجانب أو الاتجاه الفني وهناك اعتداد كبير بالشكل والانشغال عن المضمون لذا ترى أنه يعلي من شأن النص الأدبي في شكله اتجاه التاريخي الاتجاه الثاني من ضمن أيضا الاتجاهات النقدية الحديثة اتجاه التاريخي يدرس فيه الناقد المؤثرات التي في النص الأدبي ومقدمة النص وصاحب النص وبيئتي وظروف الاجتماعية والثقافية التي عاشها الأدبي وآثر ذلك في الطبعا وهذا يعد استقرار الناس ناقصا أنه يقوم بحكم نقدي على بيئة معين وأيضا يحكم بأسبقية شعر إلى الشعر الحر مثلا في ضمن النماذج اتجاه النفسي وهو من اتجاهات النقدية أيضا التي تحدثنا عنها وذكرناها أن هناك أيضا تجاه يهتم بدراسة الجانب النفسي فيه الأدب وبخاصة إبراز العمل الأدبي بنفسية الأديب وهذا طبعا أبرز هذه الدراسة دراسة مستوى صويف المعروفة في كتاب الأسس الفنية لإبداع الفني واستخدم هنا المنهج التجريبي في النفس اتجاه الرابع هو اتجاه التكاملي وهو الذي يفيد من جميع اتجاهات سواء فني أو كان اتجاه تاريخ اجتماعي وكذلك اتجاه فني وأيضا هذا الاتجاه يعني يعد متكامل لكن أيضا نابد من ناقد أن يميل إلى جانب أو إلى نقد ويترك جانبا جانبا آخر من ضمن الموضوعات التي ذكرناها أيضا وتحدثنا عنها هو نقد الشعر دخلنا في نقد الشعر وعرفنا في نقد الشعر بداية الشعر هو فن يعتمد على الصورة والموسيقى ليوحي بإحساس وخواطر وشيء لا يمكن تركيزه في أفكار واضحة في النثر والشعر عند الأمر طبعا أنواع الشعر التي تحدثنا عنه وعرفنا أن هناك شعر تعليمي وطبعا شعر تضمن عرض علم من العلوم بعضهم لم يقولوا الشعران ونما قال نظما لأنه فقط يخلو من الخيال ويخلو من العاطفة أحد أركان الشعر ويخلو من عنصري العاطفة والخيال يسمى عند العرب بالنظم وقد ازدهر هذا النوع من الشعر في تراثنا حتى يمكن القلب أن أكثر القواعد علوم قد صيغت بأسلوب شعري ليسهل الحفظ وهذا النوع الأول التي تحدثنا عنه النوع الثاني الشعر القصص الملحمي الذي نظمت به الملاحم الأسطورية الطويلة وعرفت عند الشعوب عند اليونان ملحمتان شهيرتان هم الإلياذة والأوديس المنسبتان للشعر هوميروس وإيضا ليست هناك ملاحم موجودة في شعرنا العربي لأن العربي كان أمير إلى الإيجاز والاختصار والملاحم هذه الطويلة ألاف الأبيات لكنهم حاولوا في أصل الحديث أن نظم على منوالها واتي بملاحم قريبة منها من ضمن الشعر أيضا من أنواع الشعر شعر مسرحي أيضا هذا الشعر لم يكن أيضا موجود من العرب وإنما أيضا نقل إلينا كذلك من عند اليونان وهو الشعر الذي يستعمل في الحوار المسرحي بدل من النثر مسرحية لكن الحوار بين الشخصية يكون عن طريق الشعر وهذا أيضا نقل إلينا وحاول أيضا كالألي أحمد باكثير وآحمد شوقي وغيرهم من الأدباء أن يأتوا بمسرحيات شعرية الشعر الغنائي وهو الشعر العربي الوجداني هو الشعر العربي كله هو الشعر الذي يعبر عن العواطف الذاتية وحاسيس والوجدان وقد سمي بذلك لأنه يغنى وهو الاتجاه السائد في الشعر العربي كله فهو منزلة النهر الكبير والشعر العربي طبعا هو قادر على وصف أدق الأحوال النفسية للشعر الذي يخلص في إبداعه وتهذيبه وقد برع فيه شعراء كثر في أغلب الأغراض التي سنذكرها ثم سنتحدث عن أو وصلنا إلى مقاييس ما هي المقاييس التي نعتمد عليها في النقد مقاييس نقد الشعر مقاييس نقد الشعر طبعا مقاييس نقد الشعر هي أغراض التي بدأت بالشعر في مقاييس نقد الشعر طبعا يقوم الفن الأدبي شعرا ونثرا على عنصرين هما الشكل المضمون وعنهما تتفرع تلك المقاييس فالنقد الأدبي يدرس الشعر من خلال عناصر أربعة عرفناها وتحدثنا عنها هي المعنى والعاطفة وهما يدخلان تحت المضمون كما يدرس الخيال والأسلوب وهما ينظميان تحت الشكل إذن المعنى هو العاطف المضمون والشكل هو الخيال والأسلوب ويسوها طبعا درسناها بالتفصيل في كل معنى ثم بدأنا أيضا بمقايس نقد المعنى ونقصود بالمعنى قالوا المعنى من مقصود به الفكرة ذكرناها وهي الفكرة الواحدة الرئيسة والمعنى أحد أهم العناصر التي يجري نقدها في المعنى لا تقتصر طبعا على نقد المعنى ما هي الفكرة؟ ثم كيف تنظر إلى الفكرة وفي نقد المعنى؟ تنظر إلى صحة والخطأ هل الشاعر تزم مثلا بالفكرة أو بالمعنى صحيح؟ كما أخطى مثلا هنا زهير في ذكر عاد وهو الأصل ثمود الذي كان شؤما وبالا وكان سببا في عقري الناقة وكان على قومه لما قال فتنتج لكم غير مان أشأم كلهم كأحمر عاد وهو الأصل في عقري الناقة أنه ثمود ذكرها في المعلق أيضا مقياس آخر غير الصحة والخطأ مقياس الجده والابتكار أنا أنظر إلى المعنى هل المعنى جديد مبتكر أم المعنى مكرر أو معنى أتي بمعنى جديد وأن هناك معاني جديدة أتى بها لم يأتي بها آخر وذكرنا ذلك وتحدثنا عنه وكيف أن أبا تمام أبدع في ذكر ذلك أيضا من ضمن مقاييس المعنى بقياس العمق والسطحية أيضا هل المعنى عميق أو المعنى سطحي؟ تنظر هنا طبعا تجده يذهب بك بعيدا في دلالة معنوية ويكون عمق المعنى بسبب موهبة يتميز بها الشاعر بما يختص في قدرته العقلي وملكة الذهنية وأيضا الثقافة العالية وغالب الأبيات الحكم فيها تكون المعاني عميقة جدا وأيضا إذا اعتمدت لأنه يختزل طبعا في الحكمة تجربة الإنسانية وتقديمها في عبارة موجزة كما ذكر بشار مثلا في بعض الأبيات إن كنت في كل الأمور معاتبا طبعا وليس المقصود أن يتحول الشعر إلى حكم وإنما مقصود به أن يكون المعنى فيه في العمق بقياس نقد العاطفة أيضا ضمن مقاييسة ذكرناها في مقاييس نقد الشعر العاطفة والعاطفة هي الحالة الوجدانية التي تدفع الشاعر إلى الميلة للشيء ونصراف عنه ستجلى أهمية العاطفة من حيث أنها تمثل نقطة البدء هي التي يبدأ بها العمل الأدبي إذا فاضت قريحتها وعاطفته هنا قال هذا العمل وننظر إلى العاطفة من حيث الصدق والكذب طبعا كيف تحكم عليها الصدق والكذب هو الدافع إلى قول النص لماذا قال النص؟ ما الدافع إلى قول النص؟ إن كان الدافع حقيقي في العاطفة صادقة إن كان الدافع غير حقيقي في العاطفة هنا كاذبة أيضا من ضمن الحديث عن العاطفة وكيف أن صدق العاطفة في شعر الرثاء مثلا في رثاء الخنسالي لأخويها صخروة ومعاوية كذلك أيضا رثاء أحمد الأستاذ الرحمن الرفاعي لابنه مقياس القوة الضعف هنا كيف أحكم على مقياس القوة الضعف؟ قالوا إذا أثرت فيك العاطفة في نفسي قارئها وهزت وجدانا فهي قوية وإن لم تترك أثرا في نفسك وهي ضعيفة وكذا تختلف أيضا عند الآخرين أو مقياس العاطفة قد تكون عندك قوية وعند الآخر مثلا ضعيفة ومزجتهم هنا ما يتأثر بالغراثة وما يتأثر بالغراض أخرى أيضا من أسباب ذلك أو مما تكلمنا أو مما ذكر أيضا في مقاييس نقد الشعر من قياس نقد الخيال والخيال هو الملكة الفنية التي تصنع الصورة الأدبية وهو عنصر أديب أصيل طبعا هو التشبيهات والاستعارات هذا هو الخيال وتحدثنا عنه كيف أنه يتفاوت من جنس إلى جنس أدبي آخر فهو في الخطبة والموعظة أقل منه في الشعر وننظر إلى الخيال أيضا أن علم البيان طبعا في التشبيهات والاستعارات هو الذي يقف فيه الخيال وكيف أنه يذكر ذلك وأيضا حتى في النثر في بعض القصص يذكر ذلك ننظر إلى الخيال أو ننقد في مقاييس نقد الخيال صحة الخيال طبعا مقياس صحة هنا مرده للذوق الأدبي وبخاصة إذا كان الحكم صادرا من ناقد متمكن وقارئ مرهف الشعور هل الخيال صحيح أم ليس صحيحا وعرفنا أمثلة من ذلك كيف أن بشار أيضا أخطى في ذكري هذا الخيال ثم ننظر أيضا من نوع الخيال هل الصورة الخيالية بسيطة بمعنى صورة واحدة في مشهد واحد أو في صورة واحد أم صورة مركبة وهي مجموعة من الصور تتحدث في موضوع واحد كما ذكر أيضا أبي تمام في وصف أو في فتح أمورية والحريق الذي برز في ذلك أيضا بعد الحديث في الصور الخيال المركبة هي مجموعة مشاهد متعددة كلها بصورة واحدة وهذا النوع نجده أيضا كثير في قصائد أبي تمام أيضا من ضمن الموضوعات في مقاييس نقط الأسلوب في المقاييس النقط أيضا الشعرية حدثنا عن مقاييس نقط الأسلوب الأسلوب هنا طبعا وهو مقصود به البناء اللغوي للشعر من حيث اختيار المفردات وصيارة التراكيب وموسيقى الشعر ويدرس الأسلوب من حيث المفردة في تعريف الأسلوب المفردات والتراكيب والموسيقى فالمفردات هنا بداية سلامة الكلمة من الغرابة وهذا يتعلق بالبلاغة كيف أنها يجب أن تكون سليمة من الغرابة وفصيحة أيضا هذه الكلمة ليست كلمة مثلا أعجمية أيضا إحاء الكلمة ينظر إلى فطن النقاط إلى إحاءها وأن حسن اختيار الكلمة وأنها تدل أو توحي بأشياء أو بمعاني أخرى كذلك أدرك النقاط طبعا في الإحاء ودقة استعمال الكلمة هذا هنا في مقضيان وننظر لمفردات اللغوية المهيئة للشعر لأن الشعر نجد أيضا أن يكون دقيقا في استخدام هذه الكلمة كذلك طبعا ونقد التراكيب أيضا من ضمن من نقد الأسلوب نقد التراكيب ونقد التراكيب طبعا حديث عن الجزالة والسهولة هل الأسلوب جزل أم الأسلوب سهل وأيضا ترتبط الجزالة بظروف أيضا مختلفة كالبيئة والمذهب الشعري والشعر الجاهلي أكثر جزالة مثلا من الشعر الحديث وهكذا أيضا أسلوب السهل وهم ارتفعت الفاضة عن الفاضة العامة وخلا من اللفظ الغريب وخلا من اللفظ الغريب طبعا وهذه بعض النمادج أيضاً نقد موسيقى الشعير وهذا من خلال نقد أيضاً أسلوب نقد الموسيقى والمقصد به الموسيقى الخاصية البارز و العامة الفارقة هم أما الوزن الشعري ويراد به البحر الشعري الذي صيغت عليه القصيدة فالشعر العربي قد بلغ مرحلة بحور الستة عشر بحراً و أيضاً القافية وهي الركن الثاني من أركان النظم الشعري و أيضاً بعض القوافي مثلاً سينية سميت قصائدها سينية الوحتري لامية الشنفرة و همزية البصيري أيضاً اختيار القافية لها يقاعها المميز بحسب الموضوع الذي يتحدث عنه الشعر أيضاً النظر طبعاً إلى القافية و عرفنا موسيقى الداخلية أيضاً من ضمن ما ينقذ الأسلوب الموسيقى الداخلية هي نغم خاص تمتاز به القصيدة في نجاح في اختيار مفردات و الترتيب ترتيب مفردات وفق نسق معين في حركات المد و الإعراب و التضاد و أيضاً هذا يدخل فيه علم البديع و يدخل فيه و يبرز فيه علم البديع و موسيقى الداخلية في بيت الخنسة مثلاً حمال ألوية هباطو أو دية إلى آخره و هذه ظاهرة المد أيضاً ليك فيك ليلة آهات أرددها و هذا الأنماط كثر في الشعر هذا رسم المحتوى النقدي لمقايس الشعر مقايس نقدي المعنى و العاطفة و الخيال و الأسلوب و مفردات و كذلك التراكيب و الموسيقى هذا ما أردنا أن نرده في هذا الدرس و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين